بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي في البداية أنا أرحب بمستر جين والسادة المحافظين والسادة وزرائي المالية وكل الضيوف اللي موجودين معنا النهاردة والحقيقة إحنا سعداء أن إحنا كان لنا الفرصة أن إحنا نصديف هذا المؤتمر بعد يمكن توقف، مش توقف، يعني ثلاث العقادات قبل كده كانت افتراضية عشرين، واحد وعشرين، واثنين وعشرين ثم إحنا في مصر هنا بنستضيفه في شرم الشيخ وإحنا حرصنا على أن إحنا نعد شرم الشيخ بشكل يليق بهذا المؤتمر اللي بنتمنى التوفيق فيه والحقيقة أنا يعني حرد أو حعلق من خلال ثلاث نقاط يعني النقطة الأولانية هو تقدرنا للبنك والدور الكبير الآن بيه خلال الثمان سنوات والمستوى اللي وصله في فترة زمنية ما تعتبرش كبيرة عشان يبقى من تقريباً تاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة أو بمحفظة تصل لـ 100 مليار البرزنتيشن أكتر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة لـ 232 مشروع ده أمر رائع وعظيم ولكن يعني اسمحوا لي أن أنا بسجل هنا أن هذا الأمر محتاج لمزيد مزيد مزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي مرت على العالم خلال كوفيد 19 سنتين وأيضاً الأزمة أو تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية يعني عايز أقول أن في الظروف الاقتصادية الصعبة ديت اللي بتمر بالعالم كله يمكن تكون مؤسس التمويل متعددة للأطراف يعني محتاجة تدخل مزيد من التمويل منخفض التكلفة حتى تساعد الدول اللي هي الاقتصادات النشأة وحتى الضعيفة في ظل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها بالنسبة طبعاً لتعاون البنك مع مصر أنا بسجل برضو تقديري ليه هنا احنا بنتكلم في محفظة استثمارية تصل للـ 1.3 مليار دولار والحقيقة بنتطلع للمزيد دي النقطة الأولانية وانا مش عايز أضيف أكتر من الاتقال عشان يعني ما قطلتش عليكم أكتر من كده لكن النقطة التين اللي أنا عايز أتكلم فيها اتقال نقاش مهمة قوي عن البنية الأساسية ودور القطاع الخاص فيها وأنا سأتكلم عن تجربتنا في مصر كأحد يعني يعني لإثراء الحوار والنقاش والتجربتنا اللي احنا مشينا فيها كان لدينا بكل صدق كان لدينا فجوة هائلة في البنية الأساسية في مصر وكان لدينا مصارين مصار أن الدولة تبقى لها خطة استثمارية طموحة قوية لتمويل بنية أساسية تستطيع أن ينطلق بها الاقتصاد المصري لأفاق أفضل من اللي كان موجود فيه أو أن احنا نشجع القطاع الخاص عشان يتحرك معنا في هذه المشاريع أنا بقول مش بس للضيوف اللي موجودين معنا أنا كمان الشعب المصري بيسمعني دلوقتي وده مهم أنه يعرف المصار كان ممكن كان ينجح بالقطاع الخاص ولكن المدى الزمني المدى الزمني اللي كان مطلوب لإنجاح أو لسد الفجوة الهائلة أنا بقول فجوة هائلة في البنية الأساسية في مصر كان القطاع الخاص ممكن في مدى الزمني سواء كان القطاع الخاص النصري أو الأجنبي أنه يقوم بعمل هذه الفجوة ولكن أتصور أن المدى الزمني والالتزامات اللي كانت مطلوبة عشان يتحرك فيها كانت هتاخد مدى زمني ضخمة جداً إحنا عملنا كدولة خلال الثمان سنوات اللي فاتوا بكل ما قطينا من قوة حتى الفجوة دي تنتهي تماماً وتبقى فيه بنية أساسية متطورة للدولة في كافة المجالات خاصة أن الفجوة اللي بقول عليها ما كانتش في قطاع دونة آخر لا كانت في كل القطاعات اللي موجودة لو كلمنا على قطاع الطاقة كان فيه فجوة كبيرة لو كلمنا على قطاع النقل فيه فجوة كبيرة فبالتالي الجهد اللي تبزل من الدولة والتمويل اللي الدولة قدمته خلال السبع سنين اللي فاتوا اللي كان فيه جزء كبير منه تم الاستدانة به عشان ناصل إلى أن احنا ما نخشش فيه يعني إشكاليات الوصول للهدف في أن الدولة تبقى قدرة ببنية أساسية على أنها تتقدم سواء للقطاع الخاص المصري اللي هو مقدر واللي احنا حرسين جداً جداً وده مش كلام بنقوله هنا في المؤتمر فقط لا ده إحنا أنا حقول إيه الإجراءات اللي إحنا حرسين أن إحنا نعملها خلال السنوات الأخيرة فقط عشان نشجع القطاع الخاص فيه لكن أرجع أقول تاري إحنا تجربتنا أن إحنا أنفقنا أموال هائلة لبناء بنية أساسية متطورة للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى أفاق ضخمة جداً من التنمية في المجالات المختلفة كان ما صارنا أن إحنا قلنا كدولة هي اللي تقوم بهذا الأمر وتوفر التمويل الاستثماري المطلوبة ده إحنا مش بنتكلم على مليارات إحنا بنتكلم على تريليونات من الدولارات والجنيهات التي تم إنفقها خلال الثمان سنوات لبناء هذه البنية الأساسية اللي إحنا نقدر نتكلم أو نقول بمنتها التواضع دلوقتي أنها بقت متطورة قادرة كافية للانطلاق لمستقبل أفضل اقتصادية طيب هل القطاع الخاص النهاردة كان بعيد عن بناء ده لا القطاع الخاص كان شغال معانا هو شركاته اللي قامت بالعمل في هذه المشاريع لأن شركات القطاع العام ما كانتش قادرة أنها تقوم بأبدا بقامة هذه المشروعات اللي إحنا بنتكلم فيها وبالتالي جزء كبير جدا من التمويل أو جزء كبير جدا من الأموال التي أنفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها نصيب ضخم جدا وبالتالي أنا أتصور أن القطاع الخاص اللي اشتغل معانا وأنا أتكلم هنا في خمس تلاف شركة تقريبا لأن معظم المشروعات اللي تم تنفيذها في مصر كانت بواسطة شركات مصرية من القطاع الخاص طيب هل النهاردة الدولة كإرادة سياسية حريصة على أن القطاع الخاص يقود التنمية في مصر أيوة ده موجود والترجم مش بس كتصريحات من جانب الحكومة أو من جانب القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة ولكن من خلال الإجراءات بنعلنها باختصار لكم قلنا فيه وثقة سياسة ملكية الدولة وكان الهدف منها أن نحن كل الاستثناءات اللي كانت بتتمتع بيها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه كل كلام ده تم إلغاءه تماما حتى نعطي العدالة في التعامل والفرص المتكافأة للجميع النقطة التانية اللي احنا قلناها في هذا الأمر أن المجلس الأعلى للاستثمار وده خلال يعني تم إطلاق أكتر من 22 قرار أو إجراء الهدف منه تحفيز تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة المصرية النقطة التالتة اللي انا عايز أقولها أن احنا أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية عندنا يقرب من 140 250 مشروع قلنا أن احنا هنعطيهم حوافز تصل إلى إعفاء ضريب من 15 لعشرة سنة للشركات اللي هي مستعدية تعمل معنا في هذه المشاريع اللي احنا بدينها أولوية أنا بقول الكلام دوت عشان مستر جين وعشان البنية الأساسية اللي احنا بنتكلم عليها وانا قلت الكلام ده قبل كده عدة مرات أنا بتكلم على أفريقيا هنا بقى أننا من تجربتنا اللي احنا عملناها كدولة مصرية في مجال البنية الأساسية شفنا قد وعرفنا مش من خلال التخطيط فقط التخطيط والتنفيذ وإدراك ما فعلناه أن ده أمر مهم جدا جدا للقارة الأفريقية عشان تنمو ولا يمكن ده حيتم إلا بتمويل منخفض التكلفة لأن احنا من نتيجة التحديات الاقتصادية اللي كلمت عليها دي وحتى الآن يعني بقول أن احنا دائما محتاجين تمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدولة المصرية في هذا الأمر ويبقى ده دور لمؤسسة التمويل متعددة الأطراف تساهم معنا في هذا الأمر أنا مش عايز أقطيل عليكم أكتر من كده برحب بيكم أهلا وسهلا بيكم في مصر وده أول مرة ينعقد المؤتمر في إفريقيا وفي مصر مناقشات ومدولات مسمرة وناجحة وكل التوفيق لكم وأرجو أن احنا أيضا بتنسوش أن أنتو تأخذوا فرصة من يعني الترفيه مش مش بكل موضوعات عمل وعمل فقط يعني برحب بيكم مرة تانية وبأشكركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا